بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على عشر المرسلين نواصل في التيتوريال شابتر سيكس انترنال فورسد كونفكشن سامبل برولم سيكس وان هيتينغ افوتر اي تيوب باي ستيم الووتر انتر اي 2.5 انترنال دياميتر ثن كبر تيوب هذه قال لك غالك ثن كبر تيوب معناها التيوب هذه رفعة جدا وبتالي الدياميتر الداخل والخارج ممكن تعتبرهم نفسهم ويساوي 2.5 سنتيمتر الووتر انترز في ثن تيوب في أغرب استيقى نعتبر ان هاته استيقى اغربة دخل ب 15 دقايق سيرس في فلوريت 0.3 kg per second and is heated by steam condensing outside at TS. هذا الواتر يتسخن بسبب ستيم اللي هو خارج هذا التوب اللي درجة حرارة توجيه بيته 920. If average heat transfer coefficient is determine the length of the the tube required in order to heat the water to TXT 115 ايش معنى هذا الكلام؟ ايش هو الطول اللازم لهذا التوب اذا كان الواتر اللي دخل ب15 وقاعد يتسخن بسبب الستيم الخارج اللي هو على 120 اذا ودك تطلعه بـ 115 درجة ايش هو الطول المناسب عندك هنا اولا ودنا ناخذ البروبرتيز تبع الواتر هذا cp تبعه ايش temperature اللي نطلع هاندو الواتر دخل بـ 15 وطلع بـ 115 ناخذ T average أو T mean temperature فيما بينهم 15 و 115 65 اذا cp تساوي 4,188 من وجبناها هذه من الـ table A9 اللي في البروبرتيز of saturated water عند الدرجة 65 طلع ايش طلع cp اللي هي 4,187 جول per kilogram كلف ما دبنا نعرف اللي temperature والـ exit temperature فنحن نقدر نجيباش rate of heat transfer لانو الـ M dot كمان معروفة والـ cp جبناها من جدولة من شوية اذا الـ Q dot تساوي كام 125.6 كيلوات الـ Q dot هذه نفسها تساوي الـ H الـ transfer coefficient معلوم الـ A S في delta T L N اللي هي الـ mean logarithmic mean temperature difference كيف نجيبها هذه نعروف القانون تبعها هذا اذا delta T E موجود عندنا هنا اللي هي الفرق في درجة الحرارة عند الـ outlet هنا عند الـ outlet اللي هو الفرق بين درجة حرارة الـ water و steam الموجود عنده هنا ايش هي درجة حرارة هنا كلها ذابتة عند 120 اذا درجة حرارة هنا هي T S الفرق بين هو T S لـ 120 ناقص T E لـ 115 خمسة عند الـ inlet و الـ دلتا T عند الـ inlet اللي هي الـ water 15 والـ steam عند الـ outside tube surface of tube اللي هو T S T S minus T I 120 ناقص 15 اللي هي 105 جبنا من هذا ايش الـ logarithmic mean temperature difference ونصر معارفين delta T L N و الـ H الـ Q ممكن نطلع service area service area لهذه الـ pipe الـ A S 4.78 متر سكوه الـ A S ما هي إلا إيش اللي هي service area لهذه الـ pipe اللي هي تساوي الـ perimeter في L اللي هو محيط هذه pipe نضرب في الطول تبعها المحيط تبعها هو PID في الـ L اللي هو الطول الـ D معروفة ديامتر معروف 2.5 والـ A S حسبناها من السلايد الماضي إذن الـ L صار معروفة وتساوي 61 متر إذن إذا ودك الدخل الـ Water هذا بـ 15 دقري سلسيوس بـ Flow rate 0.3 كيلوغرام وتسخن من الخارج من خارج الجيوب بـ TS 120 إذا ودك تطلع الـ Temperature عند الـ Outlet هنا 115 يلزم L تساوي 61 متر إذن كمهندس تقول لك هذه تعمل حساباتك وتيجي في النهاية تقول لك أنا أحتاج Pipe يكون طول 61 متر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر